الاطراف المتنازعة في ليبيا تسعى لتعزيز رصيدها في موازين الربح والخسارة لرفع سقف التفاوض على طاولة الحوار العاصمة ترابلوس شهد محيطها من الجهة الجنوبية مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات فجر ليبيا وتحديدا قرب مدينة الزاوية حيث تستمر معارك الكار والفر في محاولة من الجيش للتقدم نحو العاصمة وقتل ووصيب العشرات من ميليشيات فجر ليبيا في اجتباكات مع قوات الجيش الوطني الليبي بمحور قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب العاصمة ترابلوس وتستعد قوات الجيش الوطني الليبي لشن عملية عسكرية شاملة لاستعادة السيطرة على مدينة ترابلوس حيث واصلت تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى قاعدة الوطية التي تعد أحد المواقع الاستراتيجية في الحرب الدائرة غرب البلاد الجيش الوطني الليبي يخض أيضا معارك مكنته من السيطرة على ميناء بنغازي الاستراتيجي شرقي البلاد وبهذا يصبح الخط الموادي للبحر الذي يضم محكمة شمال بنغازي ومكتب الجوازات ومصلحة الجمارك تحت سيطرة الجيش الليبي الوطني وغادت السيطرة على الميناء وقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة شرقي المدينة أسفر عن سقوط قتلى وجرحة كانت تستهدف فيما يبدو قاعدة عسكرية لكنها انفجرت مبكرا وكانت قوات فجر ليبيا تستغل الميناء في التزود بالأسلحة ونقل المسلحين الجرحى واستقبال المجندين الجدد وبذلك لا يتبقى سوى جيوب صغيرة يتحصن فيها عناصر من ميليشيات فجر ليبيا داخل المدينة من جهة ثانية قصف الجيش قاعدة القرضبية الجوية في منطقة أبوهادي في سيرت مما أسفر عن تدمير طائرة ميك كانت تستعد لقصف الهلال النفطي وكذا سلاح الجوي أيضا أن عملياته شملت استهدف ما وقع في منطقة هراوة أدت إلى تدمير أربع سيارات تابعة للتنظيمات المتشددة وعلى صعيد المتزامن يحبس السياسيون أنفاسهم انتظارا لبدء الحوار بين الفراقاء والشراكاء على أرض الليبية في ظل طبابية الأهداف والدوافع